السلام عليكم من سنافرنا المرتبين معكم زميلكم جعفر حوة من دفع تيسر اليوم إن شاء الله بدنا نشرح ثاني محاضرة من محاضرات الميتوسز وهي المحاضرة الأخيرة في هذا الشابتر فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إذا شيئت سهلة في المحاضرة الماضية تذكروا شرحنا موضوعين مهمات الموضوع الأول شو هو الميتوسز وأتوقع سمضمكم عارف شو يعني ميتوسز وأنه عبارة عن انقسام متساوي يعني الخلايا اللي نتجت متشابهة تمام للخلية الأمية اللي كانت قبل الانقسام متشابهة من عدد الكروموسومات متشابهة يعني في كل الصفات للخلية الرئيسية اللي انقسمت تمام وثاني موضوع شرحنا لهو موضوع بب بيب مات الله يرحمك يا بيب قد ساعدتنا وسهلت علينا من الحاضرة الماضية فاليوم إن شاء الله بدنا نشرح ثالث موضوع في هذا الشابتر وهو لعملية يعني الانقسام يلي بتصير يعني الخلية متى تدخل فيه الانقسام وشل إشي اللي بساعدها نتدخل فيه هذا الانقسام يعني إذا بتذكروا في المحاضرة الماضية حكينا عن السيل سايكل وحكينا إنه في عنا جي وان فيز وفي عنا جي تو اس فيز وام فيز والام فيز حكينا اللي بصير فيه أكثر يعني بصير فيه انقسام المادة الوراثية اللي وسمناها الميتوسز في عندك السايتو كاينيسز اللي كان انقسام السايتو بلازم وهذا إشي ذكرناه كله في المحاضرة الماضية طب هاي الخلية كيف أنت تعرف أنه أنا مثلا ما تدي أوصل للأم فيز ما تدي أنتق من الجي ون للأس ما تدي أنتق من الأس للجي تو فشو المسؤول أو شو الإشي اللي بنظم عملية الانقسام بشكل عام فهذا هو موضوعنا اليوم وفي آخر المحاضرة إن شاء الله رح نتطرق على يعني إذا صار في عنا بعض المشاكل في عمليات الانقسام يعني شو الإشي الممكن يعني ينتج من هاي المشاكل وأكثر إشي هو مشهور لهو الكانسر السرطان هو أكثر إشي ممكن ينتج في عدم انتظام انقسام الخلايا رح نذكر هذا الموضوع في آخر المحاضرة إن شاء الله ففي البداية خلينا نحكي عن موضوع فالكونسبت عنوانه the eukaryotic cell cycle is regulated by molecular control system تمام؟ في جزيئات معينة هي بتنظم عملية الانقسام للخلايا بشكل عام طيب the frequency of cell division varies with the type of cell شن مقطود في هاي الجملة؟ بشكل عام إحنا عنا أكثر من نوع من الخلايا في البداية خلينا أحكي لكم يعني إحنا أنواع الأنسجة اللي بجسمنا هم أربعة أنسجة يا إما الإبثيليا التيشو يا إما الماسكولورتيشو نيورالتيشو أو الكنيكتفتيشو تمام؟ لهم أنسجة خاصة للعضلات للأعصاب أنسجة الطلاعية اللي هي الإبثيليا اللي بسموها اللي بتكون لكم مثلا يعني يعني الفم عندنا بشكل عام من جوه محاط الخد مثلا من الدائر محاطة الطبقات هي كلتها إبثيليا السل بسموها تمام؟ الأمعاء مثلا نفس الإشي محاطة في هاي الخلايا اللي هي الإبثيليا السل هاي الخلايا بشكل عام عندها يعني سرعة انقسام يعني كل سبع أيام تقريبا متجدد هاي الخلايا فيعني سرعة انقسامها كان بيختلف عن باقي أنواع الخلايا يعني هاي الإبثيليا السل في الأمعاء تنقسم يعني بسرعة عاليا كل سبع أيام بتلاقي أنه الخلايا الموجودة في مثلا الأمعاء تغيرت على العكس تماما مثلا خلايا العضلات لسكيلتال مسل أو خلايا الأعصاب لنيورون بشكل عام هذه الخلايا ما عندها القدرة على المقسام يعني يعني هذه الخلايا بيكون داخلةบ فيز اسمه ال G0 phase هذا رح يحكي عنه يعني فيز خلال استيل سايكل إذا الخلايا ما عندها القدرة على المقسام تدخل في هذا الفيز تمام دهو ال G0 phase رح نطرق عليه خلال المحاضرة بس إنه كيف كان في عنا فرق بين أنواع الخلايا إنه خلايا عندها قدرة على الانقسام بشكل سريع وخلايا ما عندها قدرة على الانقسام وبرضه في حيننا احنا مثلا البون خلايا الإظام بشكل عام كل عشر سنين هاي معلومة صراحة اتفجأت برضو أنا معرفتها أنه الإظام يعني كل عشر سنين يعني الإظام موجود عندكم هسا مش نفسه اللي كانت موجودة قبل عشر سنين يعني كل عشر سنين بتلاقي الإظام اتجدد طبعا بشكل تدريجي مش أنه مرة واحدة يعني تمام فسرعة انقسام الخلايا بتختلف حسب نوع الخلية تمام The differences result from regulation at the molecular level برضو هل جميل مقصود فيها هسا الموليكولر لفل المقصود فيه انه على مستوى البروتينات على مستوى الـ DNA تمام لداخل الخلية يعني الـ DNA داخل الخلية بيكون بترجمنا بعض انواع البروتينات وهي البروتينات اذا ترجمت وصارت موجودة داخل السايتوبلازم رح تأدي الى انه ترسل اوامر للخلية انه ابدي مثلا عملية الانقسام انتقلي مثلا من G2 للأمفذ انتقلي مثلا من G1 للأس فهي العملية التنظيم تها يعني بتم على مستوى ايش الموليكولر لفل عن طريق البروتينات معينة عن طريق برضو البروتينات كيف تصنعت عن طريق انه اجت اوامر من الـ DNA وصنعت لنا البروتينات فعنو من ضمن هاي البروتينات رح تمر معنا او الانزيمات طبعا الانزيم يعني هي احد انواع البروتينات وتتم انزيمات فمن ضمنها انه رح يمر معنا خلال المحاضرة انهم هم الـ C-D-K هم الـ Cycling Dependent Kines والـ Cycling والـ C-K-I هذو رح يمر معنا خلال المحاضرة C-K-I ما رح يمر معنا كثير يعني بس انه عكس الـ C-D-K تمام الـ Cancer Cell اللي هي الخلايا السرطانية تمام managed to escape the usual control of the cell cycle يعني الخلايا السرطانية الـ Regulation هذه بصير في خلال السل سايكل انه مثلا انا بدي انتقل من فيز لفيز عشان تصير انقسام في اشي معين بنظم هذا الانتقال عشان اشيك على الخلية ان امورها تمامها جاهزة لانقسام في الـ Regulation هذا اللي بصير يعني الخلايا السرطانية ما تستجيب اله يعني تمام ما تتجاوب معا يعني انه بتصير انقسام بدون ما يصير لها Regulation فعشان هيك بتلاقي انه طلع شخص معين مثلا ورم لانه الانقسام عنده كان مش منظم صار انقسام بدون تنظيم خلاص الخليضات هتنقسم بدون ما يصير لها Regulation ولا بأي طريقة تمام The cell cycle control system The cell cycle appear to be driven by specific signaling molecule present in cytoplasm حكي لكم انه cell cycle Regulation تاحة بينطق مثلا من فيز لفيز عن طريق انه فعلنا signaling molecule زي مثلا ذكرهاهم فوق لهم CDK والcycling هدول بحفظوا انه تنتقل من فيز لفيز معين تمام يعني عملوا تجربة معينة عشان يثبتوا هاي النظرية انه في عنا cell cycle احنا فعملوا تجربة معينة والتجربة كانت عن طريق انه احنا جبنا mammalian cell وهي خلايا ثديات ومن ضمنها طبعا خلايا لهيومن تمام وجبنا الخلايا طبعا كانت في يعني different phases يعني مثلا الخلية كانت في الـ S phase وخلية كانت مثلا في الـ G2 phase تمام يعني خلايا في اكثر من phase مختلف والخلايا هاي دمجناهم مع بعض يعني حتى انها صارت يعني خلية دمجناهم مع بعض صارت خلية واحدة فيها نواتين تمام بس في البداية الخلية هاي كانت مثلا في S phase وهي الخلية كانت في الـ G2 phase تمام او اي يعني phase مختلفات عن بعض بس لما دمجناهم اكيد بدهم يصيروا خلية واحدة في داخلها نواتين تمام فبيكمل لك تجربة انه يعني لما احنا جبنا خليتين خلية الاولى كانت في الـ S phase والخلية التانية كانت في الـ G1 phase لما دمجناهم مع بعض اللي موجودة مثلا في الـ S phase عشان احنا ننتقل مثلا من G1 لـ S حكينا لازم يكون في عنا يعني بروتينات معينة صنعت تمام فالـ S الخلية اللي بالـ S phase عندها هاي البروتينات بينما الخلية اللي بالـ G1 phase ما عندها هاي البروتينات فاحنا لما اجينا ندمجنا الخليتين مع بعض صاروا الثنتين يعني النواتين بنفس السايتوبلازم هاي النواة وهاي النواة صاروا بنفس السايتوبلازم يعني استقنالي الموليكيول اللي كانوا بالخلية تاعت الـ S phase صاروا ايضا في الخلية اللي فيها G1 phase فاول ما دمجناهم مع بعض لقينا انه الخليتين صاروا بنفس الفيز فهذا الاشي اثبت انه يعني عشان انتقل من فاز لفاز لازم يكون في عندي بتساعد على هذا الانتقال تمام هاي السل سايكل عشان تذكروها على السريع طبعا نحن السل سايكل حكنا انه الفاز الانتر فاز والميتو تيك فاز والانتر فاز حكنا الجي ون والأس والجي تو والميتو تيك حكنا انهم الميتوسيس والسيتو كاينسيس اكيد انتوا ستخلص عارفينهم فالتجربة كانت كالتالي خليتين هاي كانت في الاس فاز وهي كانت في الجي ون فيز تمام الاس فاز هاي خلص عندها مثلا الدي ان اي احنا حكينا الاس شو بصير فيه بصير عندك لجيناتك متيلة بشكل عام تمام فصال لك دابليكاتي دي كروموسوم بينما هون في الجي ون لسه ما صار دابليكاتي دي كروموسوم فلما دمجنا الخليتين مع بعض ما رقنا الى ثنتين اتصاروا نفس الفاز اس فاز تمام طيب تجربة ثانية مثلا عشان ما تحكو ليش انه هذا اشي منطق انه بعد الجي ون رح يجيك الاس يعني ملهاش دخل يمكن انه فيه سيجنالي موليكيول طيب هاي هون طلع الفرق هاي بجي ون بينما هي في الام فيز يعني فيه قدامها الاس وفيه قدامها الجي تو بعدين بتروح الام بينما انه ما اجينا دمجنا الخليتين مع بعض لقينا انه الخلية اللي بالجي ون مباشرة صارت في ايش في الميتوتيك فيز يعني حتى اكبر دليل انه ما لحقت تعمل انه ما مرت في الاس فيز انه ما عملت دبليكيشن للدي ان اي او دبليكيشن للجينتك ماتيريال فكانت عبارة عن ايش نان دبليكيتد كروموسوم طلعوه هي في الام فيز احنا متعودين ان الام فيز يكون دبليكيتد كروموسوم بينما هون كانت نان دبليكيتد كروموسوم فاستيجنالي موليكيول يلي كانوا في الخلية الاولى اللي هي في الوضع الطبيعي كانت في الام فيز انها سيجنالي موليكيول لما دمجنا الخليتين مع بعض السيقنالي المولكيول اللي بودوها للأنفس حولوا الجيون مباشرة للأنفس تمام؟ تمام طيب فمولكيول present in cytoplasm control to progression to S and الأنفس إنه الجيون صار S والجيون صار أنفس تمام حسب السيقنالي المولكيول الموجودات تمام The sequential event of cell cycle are directed by distant cell cycle control system فهذا الإشي اللي بتحكم في انتقالهم من فيز لفيز اسمه cell cycle control system منطقي يعني الاسمه هو بنظم عملية انتقال من فيز لفيز معين The cell cycle control system is regulated by both internal and external control يعني شو يعني internal or external control يعني الخلية ممكن تبعث لك إشارة من داخلها تمام؟ إنه أنا مثلا خلاص يعني هاي الخلية بتتبعث إشارة من داخلها إنه خلاص أنا أعملت duplicational chromosome فأنا جاهز انتقى مثلا للجي تو تمام؟ فهي اسمها internal ايش internal signal برضو في عنا ايش external control external control يعني مثلا نوع من الخلايا أجاء أمر عن طريق هرمون معين مثلا هرمون النمو راح على نوع من أنواع الخلايا قال للخلية هاي خلاص أنت انقسمي فهي ما نسميها external control تمام؟ أو internal control راح أحكي لكم كيف تمام؟ 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 شو يعني؟ شو يعني؟ يعني شايفين هاي؟ أنا عشان أنتقل من جي ون للأس أو من الأس للجي تو أو من جي تو للأم للأم فاز في عندي نقطة تفتيش يعني إحنا حكينا أنه من جي ون للأس فاز شو كان يصير عنا؟ كان يصير أن الخلية بتكبر بتتكون شكل الأفضل يعني فعشان أنا أنقلها من جي ون للأس بدي أشيك أنه خلاص أمورها كانت تمام هون فيكون في عندي هون تشيك بوين تمام؟ نفس الإشي أنا عشان دي أنقل لها مثلا من الجي تو للأم فاز يكون في عندي جي تو تشيك بوين تمام؟ أنه خلاص أنا عندي مثلا المادة الوراثية عملة أمورها جاهزة لأنها تدخل على المايت وتكفيس في عندي تشيك بوينت ونفس الإشي في الأم فاز في عندي برضو أم تشيك بوينت أسرع نشوفهم هايهم فأننا إحنا جي ون تشيك بوينت هدول النقاط تفتيش تمام؟ يعني خلال الجي ون أنا بشيك على الخلية هل أمورها تمام من ناحية مثلا نمو الأورغانيلز المادة الوراثية تاعتها في ميوتاشن لا في ميوتاشن يعني طفرات في الدي أن اي هل قاعدت تنمو بشكل طبيعي ولا لا تمام؟ فهذا بجي ون فاز عنا جي ون تشيك بوينت في عندك كمان الجي تو تشيك بوينت وفيه كمان الام تشيك بوينت تمام؟ طبعا إذا صار أي خلل في هذول إذا تذكروا في البداية المحاضرة حكيت لكم فيه إشي اسمه الجي زيرو فاز إنه حكيت لكم مثلا الأعصاب العضلات خلايا العضلية داخلة في هذا الجي زيرو فاز لهو إنه الخلية نابت من قسم تمام؟ إذا لقينا أي خلل في الخلية يا إما أنه بيصر لها يعني بتموت الخلية أو إنها بتدخل في فاز اسمه الجي زيرو فاز يعني خلص هوني ستوب يعني بتوقف عن انقسام تمام؟ فهم ثلاثة نقاط تفتيش جي ون و جي تو و أم تشيك بوينت تمام طبعا كلوك إنه يعني شكلها هي يعني دائرية وتبدأ وتنتهي تمام؟ يعني طلع جي ون أس جي تو أم ترجع جي ون أس نفس الفكرة بعطنا الخلية تتجدد طيب سايكلين أند سايكلين ديبنديند كاينيز تمام؟ شو يعني هدوه العبارة عن بروتينين تمام؟ موجودات داخل الخلية تم تصنيعهم خلال السل سايكل لما يتوفروا هدوه البروتينين في تركيز معين يكون تركيزهم عالي تمام؟ بيأدوا إلى انتقال الخلية من فيز لفيز تمام؟ تمام الأول اسمه السايكلين والثاني اسمه السايكلين ديبنديند كاينيز يعني عبارة عن انزيم كاينيز والانزيم هدو من اسمه سايكلين ديبنديند شو يعني؟ يعني هذا الكاينيز ما بيشتغل إلا بوجود السايكلين بيعتمد على السايكلين فاسمه سايكلين ديبنديند كاينيز تمام؟ يعني لو سألتكم سؤال أنا في عندي السي دي كي اللي هو السايكلين ديبنديند كاينيز بس ما عندي السايكلين هل تتوقعوا هدو السايكلين ديبنديند كاينيز رح يشتغل؟ أكيد لا ما هو من اسمه يعني هم السايكلين والسايكلين يعني ليش اسمه السايكلين هو عشان خلال السل سايكل اللو التركيز داعه بيزيده بقل حسب الفيز الموجودة في الخلية يعني مثلا السايكلين في البداية بيكون تركيزه قليل لما نوصل عند الجي تو والأم بيزيد تركيزه فسموه السايكلين تركيزه حسب سل سايكل تمام ما حكناها منطقية كثير ما هو اسمه سايكلين ديبنديند كاينيز فأنا كسايكلين ديبنديند كاينيز أنا أنزيم كاينيز بعتمد بشغلي على السايكلين فأكيد تركيزي أنا والأكتيفتي والنشاط التاعي رح يعتمد على تركيز السايكلين يعني إذا كان عندي سايكلين كثير تمام السايكلين عندي في منه كثير كثير سايكلين أكيد نشاط السايكلين ديبنديند كاينيز رح يكون عالي لأنه هو عبارة عن كاينيز بيعتمد على السايكلين تمام ونفس الاشي بالعكس يعني لو كان انا ما عندي Cycling اكيد CDK اللي هو Cycling Dependent Kinease ما رح يكون شغال تمام فبيحكي لك CDK مرة ثانية بيأكد لك عن معلومة Must be attached to Cycling to be active يعني هاي كاينيز تمام هذا هو كاينيز اسمه Cycling Dependent Kinease يعني الكاينيز اللي بشغله بيعتمد على Cycling بهاي الحالة مش مرتبط مع Cycling يبتالي هو Inactive بينما هون ارتبط مع Cycling فصار Active تمام طبعا هذا الاشي تمام هذا اسمه kinase وهو اسمه cycling يعني kinase بيعتمد على تمام متى مرتبط مع بسموه ال M B F ماشوريشن بروموتينج فاكتور تمام هي M B F الماشوريشن بروموتينج فاكتور هو عبارة عن سايكلين مرتبط مع تمام وهذا الاشي لما يكون موجود فيه خلال السل سايكل بحفز انتقال الخلية من ال G2 للM-Pュhr يعني اذا سألتكم سؤال متى بيكون تركيز السايكلين عالي? او متى بيكون تركيز الM-B-F عالي؟ مع القيام انه سؤالنا نفس الاشي لانه وجود السايكلين اكيد رح يكون لك الM-B-F تمام؟ لما يحكي لك هاي المعلومة ان وجود السايكلين رح يكون لك الM-B-F ذلك تعرف انه ussy DK cycling dependent clinically 다들 depending of the population هو دايما موجود في الخلية ترى جميع الفيفز ت staring from the cell cycle بكون موجود ن jaki بس يلي بتغير هو تمام؟ يعني تركيز هو اللي بتغير فبيأدي إلى تغير الـ MBF أما دائما موجود تمام فتركيز الـ MBF وتركيز السايكلين أعلى إيش رح يكونه متى؟ في آخر الجيتو وبداية الأنفذ تمام؟ في هدول المرحلتين عشان هو أصلا وجوده بحفز انتقال الخلية أو بساعد في انتقال الخلية من الجيتو للأم فيز يعني شوفوا هون هاي الخلية عندكم هون الجي وان فيز الاس فيز طلعوا سي دي كي دائما كان موجود تمام؟ بس انه اكتف ليش ان اكتف؟ لأنه اسمه يعني الكاينيز اللي بيعتمد على وجود السايكلين في هذول الثلاث مراحل يعني لهون يعني لبداية الجيتو فيز عندي السايكلين ما كان موجود يعني في الجيتو والأم آخر الجيتو مع بداية الأم السايكلين بلش تصنع بلش يصنع في الجي 2 بلش يجمع عندي فلمزات تركيز السايكلين اكيد رح يروح يخطبط مع السايكلين ويكوننا ومتى ما تكون هذا رح يحفز انتقال الخلية من الجي 2 للأم عن طريق الجي 2 خلص هي انتقلت بعد هيك رح يرجع يتكسر مرة ثانية السايكلين ويظل الـ CDK لحاله في الأم فيز يعني هذا اللون النهدي هو عبارة عن السايكلين طلعوا متى ما زاد السايكلين زاد معه الـ MBF اللي هو اللون البرتقالي طيب حكنا هنا الـ PEAKS OF MBF MBF مرة ثانية يشوهوا هو عبارة عن الـ CDK مع السايكلين ارتبطوا مع بعض يعني اعلى تركيز اللي هو رح يكون ما اعلى تركيز للسايكلين طيب الـ MBF ACT POS AS KINESE ما هو اسمه وصلا شو هذا اسمه سايكلين دي بديند كينيز حسا انزيم شوفوا احنا بشكل عام للانزيمات انزيمات هي بشكل عام احد انواع البروتينات تمام يعني من ضمن البروتينات في عنا ايش اسمه انزيم بس الانزيم انه بيكون داخل انتوا عارفين في تفاعل معين تمام فبسموه انزيم فانزيمات الكينيز بنتوا في اسمائهم بكينيز يعني وظيفتهم يضيفوا مجموعة فوسفيت على مثلا مركب معين يعني هادش مش مطلوبكم بس انتوا عشان تعرفوه معلومة عامة انه الكينيز انه بيضيف مجموعة فوسفيت على مركب معين تمام فبيحكي لك هون انه الان بي اف اللي هو اصلا عبارة عن سايكلين دي بديند كينيز تمام هو نفسه بيشتغل ككينيز او انه عن طريق انزيم ثاني بيشتغل بدور كينيز تمام يعني يا اما هو نفسه وهو اصلا كينيز تمام يا اما بيكتفلك مجموعة معينة او انه بيروح بشغل لك انزيم ثاني والانزيم هذي له دور كينيز انه بيعمل فوسفريليشن لماده معينة تمام هاي مرة ثانية سيدي كما هذي اسمه الام بي اف وهوني شرحناه مدولي شهمتوهم تمام هسا نحكي عن موضوع ستوب اند جو سيجنال اللي هم انتيرنال اند اكستيرنال سيجنال اات ذا تشيك بويند تمام هال تشيك بويند هاي مثلا دي امر عليها انا هون تمام هل بتتعطيني مثلا ستوب سيجنال انه خلص انا اوقف الانقسام بتاعي اموري مش تمام ما في اكمل انقسام او خلص يا الله اهلا وسهلا go ahead امشي انه امورك تمام وكمل انقسامك تمام طيب اه ماني سيجنال اه رجستر رجستر اات تشيك بويند كام فرام سيليولار سير 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 امور المادة وراثية داخل الخلية خلص صرف مثلا دبليكيشن هذا بسمو انتيرنال سيجنال يعني من داخل الخلية طلع امر انه خلص كمل انقسام او انه مثلا هرمون معين بساعد عمل النمو على انقسام الخلايا طلع وكان اكستيرن خارج الخلية وادى الى انقسام هاي الخلية طيب وثري امبورتن تشيك بويند حكناهم الجي وان والجي تو والانفز طيب يعني اهم اهم تشيك بويند من هدول الثلاثة هي الجي وان حتى بيحكي لك انه متى ما اخذنا احنا اشارة انه خلص اكمل انقسام من الجي وان على الاغلب على الاغلب على الاغلب رح امشي عن جي تو رح امشي عن الام ما رح حسن عندي اي مشكلة فاهم واحدة هي الجي وان خلص متى ما اخذتها انا خلص تسعين بالمية رح اكمل الامور واعمل خلص تمام يعني اذا ما اخذت الجو اهد انه خلص امورك تمام وامشي بالانقسام وفا ما عليك اي مشكلة اعطتك الضو الاخضر خلص كمل اذا ما اعطتك الضو الاخضر خلص انت رح تطلع من هاي السل سايكل ورح تدخل في بيكون نسميه الجي زيرو فيز تمام زي هيك طلع يعني هون الخلية عندك عنا الجي وان تشيك بوينت تمام هي اهم وحدة حكينا ومتى ما عديناها على الاغلب حتنا عدي البقيات تمام فما اخذ هون ما اخذ الجو اهد خلص ما في سيجنال فبينه ادي على فيز نسميه الجي زيرو فيز تمام بينما هون خلص اخذ الجو اهد سيجنال ضو اخضر ضلوا ماشي هون هذا الحكي كان في الجي وان فيز مثلا في الام فيز الام فيز انا عشان اشيك على الامور اهم اشي اهم اشي في الام فيز انه ما يصير فيه عندي اه مشكلة في انقسام الكروموسومات هاي اهم نقطة يعني انتو اتوقع مر معكم ايام مدرسة انه فيه بعض الامراض بيكون سببها مثلا الواحد عنده زيادة في كروموسوم معين مثلا بتلاقي عنده الكروموسوم اه رقم مثلا 21 بدلا ما يكون كروموسومات بتلاقي عنده ثلاث او عنده مثلا واحد فهي بتكون سبب انه مشكلة في انقسام الكروموسوم طب شو سبب انقسام الكروموسوم اذا بتذكروا احنا في المحاضرة الماضية بالانافيز الانافيز دي كان لابس بوت وفي ساهم بالنص كان يصير في عندك حركة هاي الكروموسوم تمام انه واحد يتحرك لكل جهة تمام عن طريق انه الميتو تكسبندل يسحبوهم تمام طب لو حكيت لكم انه الميتو تكسبندل شابك بس من جهة واحدة مثلا الميتو تكسبندل يعني هاي كروموسوم تمام شابك من هاي الجهة عم يسحب لهاي الجهة بس مايناه هون ما فيه ماتو تكسبندل عندي شو تتوقعوا؟ تتوقعوا أن الكروموسوم هذا كله يروح على خلية وما يروح على خلية ثانية في الخلية اللي تحت ناقصة كروموسوم رح تكون والخلية اللي فوق رح تكون فيها كروموسوم مش طبيعة عشانه دبلي كاتة دي رح يكون مش نورمل فهي صار نتجة عندي مرض طب مين اللي بشيك هاي هاي الحالة اللي هي الأم الأمي تشيك بوينت تمام؟ فهون شوف الخلية دقيقين هذا الكروموسوم ماسك لماتو تكسبندل بس من جهة واحدة يعني من هون من تحت مش ماسك لماتو تكسبندل فعطوه هوني ستوب ايش سيجنل وما كمل السيل سايكل يعني هاد الاشي الحمد لله جد انه موجود تخيل انه مش موجود متى ما صار عندك طفرة معينة غلط معين في الانقسام رح يكمل السيل سايكل وتنقسم الخلية وصير في عنا اب نورمال سيل في جسمنا تأدي لمرض معين بدون اي مثلا ما ايش يوقفها تخيل كم رح يكون في عندك كم امراض منتشر تمام بينما هون كان كل الامور كل الامور انقسام تمام طلعوا كل هاي في الميتا فيز عندك كل شي شابك مع الكروموسوم بالان فيز انفصلت الامور تمام فمشيت الامور كلياتها وعطاها اشارة وكمل السيل سايكل فاحنا صرنا حكي عن نقطتين نقطة الاولى او ثلاث نقاط كمال ثلاثة تشيك بوينت حكينا عنهم الاولى وهي اهم وحدة الجي ون تمام حكينا اذا عداها خلاص رح يعدي الاغلب الثانيات الجي تو والام بعدين حكينا عن الجي تو التشيك بوينت وحكينا اللي بساعد ان نمر من الجي تو لالام عن طريق الجي تو تشيك بوينت وهو وجود الام بي اف والام بي اف حكينا هو عبارة عن السايكلين مع السايكلين ديبندنط كاينيز واخر اشي انو انا امر من الام فيز بدي اشيك على ايش على انو كل الكروموسومات تمام عامل اتاتش منت مع مين مع الميتو تك سبندل تمام تمام اتاتش تو سبندل اذا متافيز بلايت تمام يعني انا بالانافيز ما رح امرق ما رح امرق الخلية عن طريق الامت شك بوينت لحتى اتأكد انها في الانافيز كل الكروموسومات شابكات مع السبندل مع تك سبندل تمام زي ما حكينا هون فوق هون كانت شابكة فمرت يعني وعدت الام وكملت السلساكل بينما هون ما كانت فكانت ايش ستوب سيجنال جيدة طيب هاي مثال على الانتيرنال سيجنال طيب كيميكال ان فيزيكال انفلوانس سيل ديفيجن غروث فاكتور بسا احنا في عنا بعض انواع الخلايا تمام وبعض انواع الهرمونات وبعض انواع البروتينات هاي وظيفتها بتكون انه تحفز الخلايا انها تنقسم تمام او تحفز الجسم بشكل عام انه ينمو وانه موأكد بدون انقسم الخلايا اشي طبيعي فمن ضمنهم هذا كله طبعا نسميه احنا اكستيرنال فاكتور عشان ايش جاي تأثيره من خارج الخلية وبأثر على الخلية من ضمنهم في عنا فاكتور اسمه طبعا هو مثال عم البروث فاكتور اسمه البليتلت ديرايفد جروث فاكتور من اسمه لو سألتكم من وين جاي من وين تحكوني من البليتلت ما هو اسمه بليتلت ديرايفد جروث فاكتور يعني جروث فاكتور جاي من البليتلت طب شو هي البليتلت البليتلت هي الصفائح الدموية تعرفوا يعني الدم الدم فيه يعني قدة انواع من خلايا خلايا دم بيضاء خلايا دم حمراء فيه السائل اللي بيكون في الدم وفيه كمان الصفاءة الدمية هي البليتلت البليتلت هاي بتطلع لنا فاكتور اسمه بليتلت يعني غروث فاكتور طالع من البليتلت وهذا البليتلت هو مهم جدا لأحد أنواع الخلايا تنقسم وهي الفايبرو بلاست الفايبرو بلاست هي في بليتلت المحاضرة رح أكتلكم أنه إحنا لدينا أكثر من نوع من أنواع الأنسج في جسمنا منظمة إنها كان في عنا النسيج الضام تمام؟ اذا يعني اسم مر معكم يعني هو ما بعرفش بس اسمه النسيج الضام اسمه بعربي أحد أنواع خلايا اسمها الفايبرو بلاست والفايبرو بلاست هاي إذا بتذكروا في محاضرة في شابتر كان في عنا إيش اسمه إكسترا سيليور ماتريكس إكسترا سيليور ماتريكس تذكرتوه هذا الاكسر سيلولر الماتريكس يعني أغلب الأشياء الموجودة فيه تصنت عن طريق خلية اسمها الفايبرو بلاست طبعا هي بس معلومة خارجية قاعد أحكي لكم إياها الفصل الجاي إن شاء الله بالهيستور رح تأخذوا أكثر عن هذا الموضوع فالفايبرو بلاست هي مهمة جدا فين هتصنع لكم إيش مكونات الكونكتف تشو وهي أصلاً أحد خلايا الكونكتف تشو تمام فعشان تنقسم هاي الخلية الفايبرو بلاست بدها هذا الفاكتور هو اسم بليتلت ديرايف دي جروث فاكتور تمام هون عملنا تجربة عشان احنا نتأكد إنه هذا الإشي مهم وبساعد على بساعد على السيلولر ديفيجن جبنا نوع من أنواع خلايا الكونكتف تشو تمام طلعنا منها الفايبرو بلاست بعدين زرعناهم بس خلية زرعناها بدون بليتلت ديرايف دي جروث فاكتور طلع النمو تاها كيف كان قليل كثير خلايا مع البليتلت ديرايف دي جروث فاكتور طلع كيف كانت كمية الإشي مهم وكمية الديفيجن فيها عالية فعرفنا إنه في عمنا fictional signal تمام external factor بتأثر على الخلي وإنها تنقسم كما في عمنا internal factor بتأثر على الخلي وإنها تنقسم internal حكينا إنهم ايش إنه أمور الخلية خلاص تمام أنا كل الـacendale شبكات مع الكروموسوم كل الكروموسوم برتبطات من الجهتين خلاص مشي ليا كميلة الانقسام فايا كانت internal بينما الأكستيرنا الحكتور من برا من البليتلت أدى أنه يحفز الخلية أنها تنقسم طيب فهذا إحنا حكينا عن الإشي يلي بيحفز الخلية أنها تنقسم طيب لو نسأل حالنا سؤال الخلية ظلت تنقسم 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 وأمورها خلاص تمام يعني فيش فيها أي مشكلة جييها مثلا growth factor تمام جييها أفواً growth factor بالمئة فيز بليت كل شابكات مع الكروموسومات أمورهم تمام طيب هل من المنطق أن الخلية ظلت تنقسم ولا لازم تتوقف أكيد لازم تتوقف لأنه لو الخلية ظلت تنقسم راح تلاقي أنه خلاص صار في الجسم الإنسان صار يطلع له كتل وأورام وفي أكثر من مكان وهذا الإشي أكيد إشي مضر يعني ويسموه له الكانسر راح تحكي عنه في آخر المحاضرة طيب شو الإشي يلي بيوقف هذا division شو الإشي يلي بيوقفه طيب أول إشي بساعد على أن الخلية توقف عن الانقسام بسموه density density dependent inhibition يعني لو أنا مثلا جبت لكم نفس هذا المثال شايفين الصحينا هذا الجوة لو خلايا ظلت تنقسم عبت السيرفس خلص كل السيرفس تعبى خلايا فصارت كثافة الخلايا يعني عالية وتعبت كل الفراغات بين الخلايا فالخلايا عندها يعني إحساس بهذا الإشي عن طريق طبعا إشارات معينة خلاص وقف لي بطلت بدي growth أنا تمام فهذا الإشي بوقف عنه الخلية خلاص توقف عن الانقسام ف أنه يعني تزاحم الخلايا مع بعضها راح يؤدي إلى أن الـ dividing يوقف خلاص تمام وشغلة ثانية برضو عشان الخلايا تنقسم يعني مستحيل تلاقي خلية نقسمة يعني بالهوة هيك مش على surface لازم الخلية تكون على surface عشان تنقسم يعني ما في خلية بتنقسم إلا موجودة على surface تمام تمام جاي على مثلا هي بسموها الأنقريج ديبندنس يعني أن الخلية تكون على surface معينة عشان تنقسم they must be attached to substratum تمام اللي هو surface معينة لازم تنقسم عليه يعني ما في خلية مثلا تنقسمك في الهوة لازم تكون يعني في تحتيها surface معينة عشان تنقسم فالدنسي ديبندنس انهيبجن والأنكريج ديبندنس تشيك the growth of cell at an optimal دنسي تمام تمام يعني الخلايا بتظلها تنقسم لطريقتين متى بتوقف يا إما خلاص تصار فيه تزاحم معين والدنسي تصارت عالية وقفني الانقسام يا ما ضلتني انقسم لو حتى بطل في عندي surface أنا حوالي انقسم عليه فوقفني الانقسام خلاص بينما الكانسر سيل الخلايا الخلايا السرطانية cancer cells exhibit neither type of regulation of their division يعني لا بتجاوب لهذا regulation pathway ولا لهذا regulation pathway تمام يعني قد ما كانت دنسيتي عندها آلية الكانسر سيل ما رح توقف عن الانقسام رح ضلها تنقسم 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 عشان هيك بطلع لاللي عنده كانسر بطلع له ورم بطلع له بطلع ورم الخلايا بطلها تنقسم تنقسم تمام وبتنقسم برضو الخلايا حتى لو ما عندها surface يعني فهمتوا كيف ليش الكانسر سيل يعني خلايا خطيرة يعني خلايا ما بتوقف عن انقسام تمام يعني هون في عندنا مثال هون الخلايا بلشت تنقسم عشان ها جاي على surface هي في تحتيها surface وبلشت الخلايا تنقسم هاي بسموها encourage dependence cell require a surface for division تمام هون density dependent inhibition الخلايا ظلت تنقسم لحتى شايفين بطل في عندكم فراغات بين الخلايا تزاحم بين الخلايا صار عالي وبطل في فراغات بين الخلايا فخلص الانقسام وقفت تمام density to fill gap and then stop خلاص رجينا مثلا فرضينا مرة ثانية فراغ بين الخلايا رجعت عبت حالها مكان الجاب الموجود تمام فتنقسم طول ما عندي خلاص فراغ بين الخلايا بطل في بكمل انقسام بينما cancer cell طلعوا كيف density عالية والخلايا فوق بعضها وشكلها أبصر كيف مؤذي طلع شكلها غريب أصلا كمان cancer cell يعني ما في ايش وقف لها division طيب loss of cell cycle loss of cell cycle control in cancer cell cancer cell حكينا regulation تاعها أو انها ما بتستجيب regulation خلال cell cycle cancer cell don't hit the normal signal that regulate cell cycle يعني ما بتتجاوب وما بتستجيب للسيجنال الجايات مثلا يوقف لك الانقسام اللي هم حكينا عنهم density and encourage dependence they don't stop dividing cancer cell ما بتوقف عن الانقسام when growth factors are depleted احنا حكينا من ضمن external factors هاي هون من ضمن external factor يلي بساعد على division كان يعني وهذا الفاكتور حكينا مهم لأي نوع من خلايا الـ طيب لو الـ تمام اجاها تمام رح تتجاوب رح تتجاوب لو رح تنقسم طب لو راحوا ما اجاها ما رح تنقسم فبغيابه غاب الانقسام وبوجوده وجد الانقسام يعني صار عنا الانقسام طيب اما الـ cancer cell بغياب هذا الفاكتور تمام بغياب growth factor عادي رح تنقسم الخليه ما لهاش علاقة فيه يعني هي ما بتعتمد عليه تمام وبوجود مثلا دنستي عالية برضو رح تنقسم طب ما في عندي سيرفس انقسم عليه رح انقسم الـ cancer cell ما بتوقف عن انقسم تمام طب كيف هذا الاشي بصير بحكي لك واحدة من ثلاث طرق يا اما انه هي بتصنع الـ growth factor الخاص فيها تمام فهذا اشي بساعدها ان تنقسم يا اما هستشوفوا انتم بشكل عام الخلية الخلية مثلا في عليها الـ receptor بيكون الـ growth factor تمام اجاني امر اني انقسم فانواة بلشت تعمل لك duplication للكروموسوم بلشت يعني تصنع لنا بروتينات مهمة للانقسام زي cycle و cycle independent kinase وبلشت تدخل في عملية انه يعني cycle انه تصير تدخل في الميتوس تمام تمام طب حسا الـ cancer cell يا اما انها بتصنع growth factor الخاص فيها هي بتصنعها بتأثر يعني بتصنعها بتأثر حالها فيه يا اما انه يعني بتكون دائما موجودة عندها حتى لو growth factor مش موجود فيا اما بتصنع growth factor الخاص فيها يا اما signal دائما موجودة عندها وبالتالي انقسام رح تظل موجود يعني لو انا حكيت لكم عندي خلية وعندها اشارة انه انا انقسم اكيد رح تنقسم حتى لو ما في ايش اثر عليها من برة تمام فيا اما growth factor الخاص فيها يا اما انه factor signal without without presence of growth factor طيب they may have an abnormal cell cycle control system برضو من ضمن الطرق انه cancer cell تنقسم ودائما تضعها تنقسم انها ممكن يكون في عندها abnormal control system يعني cycle independent kinase ممكن دائما عندها اياع عالي يعني اذا لاحظتم انتو فوق هون بس خلصنا انقسام جو صار بال cycle تكسر تمام يمكن cancer cell يضل موجود عندها وترجع مرة ثانية تخش تكفيز تنقسم مرة ثالثة وراء وضح تنقسم للأبد خلية زي هيك فهي ثلاث طرق اللي عن طريقها الخلية سرطانية بظلها تنقسم growth factor خاص فيها عندها فاكتور signal بتظله موجود او انه او انه control system عندها ابنورمال طيب او انه او انها تكون نورمال لا انها تصرف خلية او انها تصرف cancer cell بسمه هي عملية transformation طيب بشكل عام إحنا جهازنا المناعي الجهاز المناعي بتعرف على أي شيء غريب داخل جسم الإنسان بيحاول يدمره ويتخلص منه فلو خلية معينة مثلا بطريقة صار في عنا خطأ معين في نموها في انقسامها لأنه ينتج عندي خلية فيها غلط معين هذا الغلط رح يجي يتعرف عليه الجهازنا المناعي ورح يروح يدمر هذا النوع من الخلايا لكن إذا صار في عندي مثلا cancer cell والcancer cell هاي جهازنا المناعي ما يتعرف عليها تمام وما يقدر يكتلها الخلية هاي رح تضلها تتكاثر وتتكاثر وتنقسم تمام حتى تكون لك كتلة ماسز تمام هذا هو التيومر بتكون لك ماسز وفي أب نورمال سيل خلايا بتكون غير طبيعية ليش غير طبيعية؟ قدرتها على الانقسام بتكون هائلة تمام فبتكون لك ماسز والماس هاي بيكون موجود في نورمال تيشو يعني بتلاقي مثلا واحد عنده ورم مثلا أورام عنده في إيدو بسبب انقسام نوع من الخلايا أورام بأي مكان ثاني من جسمه في نورمال تيشوه يعني النسيج الطبيعي بيكون لكن فيه ورم ورم هاي مكون من خلايا غير طبيعية تمام والكانسر بشكل عام هو نوعين الصراغان بشكل عام بنقسم لنوعين البيناين اللي هو بسموه الحميد البيناين تيومر اللي هو الحميد أو أنه الماليقننت تيومر اللي هو الخبيث تمام نوعين وشو الفرق بين النوعين ومتى بنحكي عن البيناين أنه بيناين أنه حميد ومتى بنحكي عن البيناين أو أنه التيومر عفوا متى بنحكي عن التيومر أنه بيناين ومتى بنحكي عن التيومر أنه ماليقننت ماليقننت يعني أنه اللي هو الخبيث تمام حسا بشكل عام الخلايا لما تكون كانسر سل وظلها تعمل انقسام في مكانها تمام ما تنتقل لمكان ثاني على الأغلب هاي بتكون بي ناين تيومر تمام؟ بتكون بي ناين اللي هو الحميد وعلاجها خلص مجرد ما أنت شئت هايذا الكتلة عملت لها استئصال أو عملت لها مثلا عن طريق علاج أشئ بإشعاعات معينة يعني ودمرت هاي الخلايا خلص ما رح يرجع هذا التيومر مرة ثانية لأنه لساته في مكان ومنطقة لأي مكان ثاني تمام؟ فهذا بسموه البي ناين البي ناين مست بي ناين تيومر don't cause serious problem تمام؟ depending on their location طيب يعني الخلايا هاي لما بلفت انقسام اللي هي الكنسر سيل الابنورمال سيل طبعا بلشت انقسام في نسيج معين تمام؟ مثلا طلع كانسر مثلا في الأمعاء تمام؟ وهذا الكنسر بلش ينمو لساته في الأمعاء في جدار الأمعاء نتخير أنه هاي الأمعاء هاي أكي الأمعاء تخيروها تمام؟ وداخل الأمعاء بلش ينمو هذا الكنسر تمام؟ من خلايا هاي بثيليا السيل الخلايا هاي بتكون برضو موجودة في الأمعاء تمام؟ بلش ينمو هذا الكنسر خليعة 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 وكوان لي ماسة زكتلة معينة تمام؟ إذا هاي الماس ضلت في مكانها وما انتقلت لأي مكان ثاني لسه منسميها بي ناين اللي هو الحميد بي ناين تيومر تمام؟ ومتى ما شرت أنا هاي القطعة خلص هيك أنا حلّت المشكلة تمام؟ لكن إذا طولت مع الوقت تمام؟ وهذا الكنسر والخلايا رح تعمل انفاجن رح تعمل انفاجن شو يعني انفاجن؟ يعني الخلايا تحتها بيكون في بيسمينت ممبرين تمام؟ شايفين هذا القط الأسود تحت الخلايا بيسموه البيسمينت ممبرين هذا البيسمينت ممبرين بيفصل لنا الخلايا اللي فوق عن مثلاً الأوعية الدموية اللي بتكون تحت تمام؟ متى ما صار عندي انفاجن انفاجن يعني صارف عندي اختراق لهذا البيسمينت ممبرين تمام؟ عن طريق هاي الخلايا اللي قاعدة تنمو متى ما صارف عندي انفاجن وانتقل لتحت لباسمنت منبرين ودخل مثلا Workers على الدم أو دخل على الليمفاتيك فيزل اللي هو يعني أوعية الجهاز الليمفاوي تمام أو دخل على الدم وانتو عارفين الدم بلف في كل أنحاء الجسم والليمفاتيك فيزل برضو بتلف في جميع أنحاء الجسم هذا الاشي رح يؤدي رح يؤدي لانتقال هذه الخلال dollar cancer cell من هذا المكان لكل أنحاء الجسم ممكن تروح على الكبد ممكن تروح على الكلا ممكن تروح على البرين ممكن تروح على أي مكان ممكن في الجسم على العظم على أي شيء ممكن تخطر أبارك لأنه صارت جواه خلص الكانسر سيل هاي الخليل أبنورمال صارت جواه الدم والدم ودهه لأي مكان تمام طيب فهذا في معظم الحالات البيناين هو مش إشي خطير يعني حكيت لكم مجرد ما شلناه خلاص بس برضو بعتمد على المكان يطلع فيه لأنه أنا أحكي لك بيناين في الأمعاء ماشي إشي خلاص متى ما أنت شلته ما رح يعني ما رح يكون متى ما طلعه شي مش خطير متى ما شلته خلصت منه لكن مثلا تخيل أنت بيناين في البرين في الدماغ تخيل أنت حتى لو بيناين صح أنه حميد بس في الدماغ أنت عارف الدماغ يعني خلايا عصبية خلايا عصبية متى ما اتضررت هي الخلايا العصبية خلاص ما رح تتجدد رح أدي إلى ضرر فعشان هيك حكي لك depending on their location فالبيناين هو في معظم الحالات صح مش خطير لكن هذا إش بيحتمد على الموقع تاعه شوفوا هون هذا كان بيناين لكن مع الوقت ما تعالج عمل انفيجن دخل لتحت الباسمت هذا الأصفر باسمت مامبرين تمام وصل للدم لما وصل للدم طلعوا فرجيكم صورة لما وصل للدم مثلا نفترض أنه كان هاي كلية الكلا تمام الكنسر كان في الكلا عمل انفيجن هاي عمل انفيجن لتحت وصل للدم نتقل بعدين عن طريق الدم من الكدني من الكلية الراح على الليفر على الكبد تمام فصار كانسر ثاني في الكبد راح مثلا على البون راح على البرين راح على البنكرياس راح على القولون تمام فهذا اللي بسموه الماليقنان اللي هو الخبيث وهذا الخبيث صعب جدا الواحد يتعالج منه تمام صعب يتعالج يعني بيعطوهم كمان كيموثيرابل هي الكيماوي تمام عشان بيكون علاجه سيستما كما مش عارفين الكنسر بأي جهاز صار بأي عضو صار خصوصا إذا كانت في مراحل متقدمة طبعا الكانسر اللي قدامه راح تتوسعه فيه أكثر راح تعتقد كثير عنه ومليان محاضرات عنه وفي السنة الثانية راح تبلشو فيها فالعلاجه يعني مش لو صحيح بيعملو له استئصال للكتل اللي بتكون مبينة بس هم مش عارفين يعني أنا شلته بس لسنا ما خلصت منه في خلية انتقلت لمكان أنا ما بعرفين راح ألاقي بعد فترة طلع وراء مجديد تمام فبعطوهم كيموثيرابل عشان الكيموثيرابل بيكون تأثيرها سيستمك كامل طبعا الكيموثيرابل بيقلها سايد افكت بلاوي يعني الكيموثيرابل الأدوية الكيموية بشكل عام صحي بتأثر على الخلايا الكانسر سيل انه تقتلها أنا خلص ما في تنقسم يا خلية يا كانسر سيل لكن برضو بنفس الوقت ليش هو اشي خطير بأثر على النورمال سيل يعني صح قتل لي الكانسر سيل بس بنفس الوقت قتل لي النورمال سيل يعني البني آدم بتلاقي شكل وجهه تغير شعره وقع عدة عدة جهازه منائز ضعف كثير فعدت يعني أعراض جانبية بتكون ل لش اسمه الكيموثيرابل تمام فالماليقننت تيومر انفيد سوراوندن حكينا انه الماليقننت طبعا نهو في البداية كان بيناين مع الوقت اذا ما تعالج بصير ماليقننت انه عمل انفيدن للباسمت انو زي ما احكي لكم مثلا كان في الكدني في الكلية وصار بالليفر هاي بسموها يعني كان في الكدني راح على الليفر عمل لك كان في الليفر راح على البرين راح على الانتستن راح على الاستمك راح على البون تمام طيب لوكلايز لوكلايز تيومر ماي بي تريتد ويذ هاي انرجي راديياشن حكيت لكم البيناين اللوكلايز تيومر خلاص هذا التيومر ما كانه معروف في الانتستن في الامعاء وما ما عمل ما عمل ما عمل ما عمل ش اسمه ميتاستيس ما انطق لأي اشي ثاني تمام خلاص علاجه يعني ما انا بعمل له يعني استئصال او انه مثلا راديياشن بالاشع يعني طبعا هاي انرجي راديياشن وهذا الراديياشن بدمر لك الديان اي للكانسر سيل فبطل انت القدرة انها تلقسم فماتت الخلية خلاص خلصنا منها يعني الخلية هاي احنا متى ما دمرنا لها الديان اي يعني هس شوفوا النورمال سيل لو صار في عندك دمج في الديان اي ممكن تعمل له ريبير بينما الكنسر سيل اذا صار في دمج في الديان اي خلص ما تعمل له ريبير هون في عنا مثال في السلايدات يعني المذكور لهو البرست كانسر وبرضه من اشهر انواع الكنسر البرست في البداية يشوفوا هون كان عندنا في الكلاند تمام هون عندنا يعني الغدد تمام الغدد هاي بتكون يعني مسؤولة انها تصنع وتخرج الملك تمام فاللي صار في عندنا هون في التيومر فالتيومر هاد ما تعالج تمام وما نشاله مع الوقت ادى الى انه يصير ملقنا في التيومر تمام وعملنا تشو وطلعوا حجمه كبر مع الوقت انتقل عن طريق البلد وعن طريق اللينف فيزل تمام الاوعي اللينفاوية والدم تمام انتقلت الخلايا السرطانية هاي وراحت على ايش اجزاء ثانية من الجسم مثلا راحت على الليبر راحت على الكدني وادى الى انه صرف عنا ميتاستيسز وحكينا عنهم طيب الميتاستيتيك تيومر ار تريتد وين كيمو ثيرابي دراج حكيت لكم اياه كمان تستهدف هذا الاشي الخطير في الكيمو ثيرابي انه نورمال سيل برضه تأثدت طيب تمام يعني بحكي لك انه احنا السيل سايكل هاي لما فهمناها انه جي ون واس فيز و جي تو وام فيز خلاص عرفنا احنا شو ايش نستهدفه في الخلية يعني عرفت انه انا خلاص نستهدف مثلا ادي اخربه عشان ما امرر الخلية من تشيك بوينت تشيك بوينت ثانية فهذا الاشي ساعدنا في انه يعني نكون الادوية تاعة الكنسر تمام وهيك ان شاء الله احنا بنكون خلصنا الشابتر يعني صراح كان شابتر مفيد جدا فيه معلومات يعني صراح مهمة جدا انكم تكونوا عارفين ها طبعا موضوع الكنسر يعني لا توسعوا فيها ولا تبحثوا عنه كثير عسى عشان الو وقت يعني رح تاخذوا عنه بشكل اوسع وانواع كثيرة وتفاصيل اكثر رح تاخذوا يعني بس ان ذكرتلكم بشكل عام شوه التزموا في الموجود في الاسلايدات وان شاء الله ربنا بوفقكم ولا تنسونا من دعواتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته